بالعكس فوزه سيكون ضمن إطار الحفاظ على المشروع الإيراني والتوجهات الإيرانية نحن نعلم أنه هو يتمتع بعلاقة قريبة من الحرس الثولي الإيراني يتمتع بعلاقة قريبة ويكون ظلا إلى علي خامني هذه المؤسسات هذه التيارات هذه الشخصيات كلها تدعم المشروع السياسي الإيراني داخل العراق تدعم أن يكون هناك تحالف وهيمنة إلى الأوضاع الداخلية داخل العراق وامتدادات إلى باقي الأقطار العواصم العربية التي واجدت فيها النفوذ الإيراني هذه الأمور لماذا قلت في البداية الحديثي أن هذه الانتخابات يجب أن ننظر لها من منظور قليمي حقيقي ومنظور عراقي لأن هذه الانتخابات ستكون لأربع سنوات قادمة كيف تتعامل مع رئيسا قادما لأربع سنوات قادمة كيف تفهم السياسة الإيرانية هذه سيكون لها انطباعات ماذا سيكون بعد الأربع سنوات أمام الرئيس الإيراني القادم كثير من الأمور كثير من الأزمات كثير من الأحداث هو في بقدمته سيكون أمامه ماذا سيفعل أمام الأزمة الاقتصادية وأمام عودة الشعوب الإيرانية لكي تقتنع بسياسة النظام نعلم أن المعارضة الآن في أشد قوتها نعلم أن الآن الهياج الشعبي والاحتقان الداخلي كبير جدا الأزم الاقتصادية تعلن عن مداياتها الكبيرة الخفاظ العملة عاد موجود صناعات وتنمية اقتصادية وصناعية بسبب الحقوبات محمد ضريف يقول نحن خسرنا بسبب الحقوبات أكثر من ألف مليار دولار كيف تعوضها في دولة مثل إيران فيها أكثر من تسعين مليون نسمة هذه الأبعاد ستكون أمام الرئيس القادم إضافة إلى الأمور الجانبية أو الأمور الخارجية وهو موضوع النفوذ والهيمنة الإيرانية التي سيكون من أولويات الرئيس القادم إن كان إبراهيم رئيسي سيحافظ عليها وهي أحد الشروط التي ستفرض على إيران في المفاوضات في أن يكون لها موقف منها لكي تتحرك نعم الصراع الدولي الوجود الروسي الصيني والاتفاق بين كل من حليفين رئيسين للنظام الإيراني كالروسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية تتخذ في بعض مواقفها تشدد من إيران نعم سيكون هذا الصراع واضح من بعض الانتخابات الأمريكية نعم في كل هذه الجهات الدولية تسعى إلى أن يكون المرشح القادم ويحافظ على نفس السياسة الإيرانية يبقى النفوذ